السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في الموجز الرياضي نجحت مملكة البحرين ممثلة بفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للمحترفين في تحقيق اللقب العالمي الثامن على صعيد المشاركات الدولية وذلك بتحقيق المقاتل المحترف بالفريق جيمس كارجر لقب بطولة الجمعية البريطانية لفنون القتال المختلطة الرابعة والعشرين بفوزها على المقاتل المحترف الإرلندي جرارد أجل مور في النزال الرئيسي للبطولة والتي وقيمت بمدينة ديبلن بإرلندا الشمالية إذا استطاع أن ينهي النزال لصالحه من الجولة الأولى تفتتح مساء اليوم منافسات الجولة الثانية عاشرة للدور البحرين للكرة القدم حيث يلتقي على استاد مدينة خليفة الرياضية في السادسة ورع من مساء اليوم فريق الحد المتصدر مع الملشية صاحب المركز السابع